السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الجديد حول علاج التورم الذي يصيب أرجل طائر الكناري أو الحسون وجميع أنواع طيور الزينة بشكل عام التهاب وتورم أرجل الطيور وأسبابه وأعراضه ثم العلاج بإذن الله تعالى في هذا الفيديو إن التهاب أرجل أو أصابع الطائر من أخطر الأمراض التي تتعرض لها الطيور ولعل السبب من دون شك راجع لعدم نظافة أرضية القفص مما يسبب التصاق بعض بقايا البراز أو الأوساخ أجلكم الله في أظافر الطائر ومن ثم تتكون فطريات على شكل قشور كما هو موضحا لكم في هذه الصورة وهذه القشور تغطي الأرجل بشكل تدريجي حتى تسبب للطائر قلة الحركة داخل القفص وعدم قدرته على الوقوف بشكل جيد خصوصا فوق المشثم لذلك فمعظم الطيور المصابة بهذا المرض يكثر وقوفها فوق أرضية القفص أو في قاع القفص وذلك لإحساسها بالألم الناتج عن هذا الالتهاب يكون جديد بمعنى إصابة الطائر حديثا وهذا النوع يكون سهل علاجه ويمكنك فقط استعمال زيت الزيتون الطبيعي ودهن القدمين والأصابع مرة في اليوم حتى يتماثل الطائر للشفاء بإذن الله تعالى والسبب في ظهور هذا المرض هو عدم استحمام الطائر لأن الاستحمام مهم وضروري جدا لجميع الطيور بدون استثناء والطيور التي تستحم بشكل منتظم ومتواصل تكون أقل عرضة للإصابة بهذا المرض والالتهاب الثاني يشكل خطورة كبيرة على الطيور لأنه التهاب قديم ويكون علاجه يتطلب مدة أطول من الالتهاب الأول ويؤدي هذا إلى انتفاخ الأرجل والأصابع وعدم قدرة الطائر على الوقوف نوعان من الالتهاب والالتهاب الأول وإذا لم يتم تقديم العلاج المناسب بسرعة فالنتيجة تكون هي موت الطائر لا قدر الله ويفضل استعمال مرهم فوسدين ودهن المناطق المصابة يوميا حتى يشفى الطائر ولكن يجب الحذر مع إزالة القشور المحيطة بالأرجل لأن بعد استعمال المرهم قد تجد بعض القشور أو شكت على السقوط فنصيحة لك أخي المربي هي عدم إزالتها وأترك الطار يتكفل بها لأن إزالتها قد تسبب نزيف ويكون الوضع أسوأ من الأول لذلك استحسنوا عدم إزالتها نهائيا فقط كل ما عليك فعله هو أن تدهن بالمرهم حتى تزول لوحدها تدريجيا وإذا لاحظت الانتفاخ قد زال يمكنكم بعدها استعمال زيت الزيتون وأن الوقاية خير من العلاج وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو لكي تعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر